لأننا يجب علينا أن نتمسك باحترام الشرعية الدستورية وكذلك الشعبية إذا كانت بعض المواد مثلاً 120 أنها تفرض تعلن حالة شغور ثم تنصب بن صالح المرفوض شعبياً من طرف العراق نحن نقول أن هذا الدستور قد دوس عليه عدة مرات وآخرها هو إلغاء المصار الانتخابي الذي كنا على بعد أيام من المصار الانتخابي الحل هو أشاطره الرأي هو استقالة هؤلاء الأشخاص المرفوضين وجعل الهدوء وتوافق من طرف جميع دعوة جميع إدماج الجميع وعدم تضيع الوقت يجب عدم تضيع الوقت مع الدعوة إلى البصيرة والتبصر والحكمة والصبر في كل القرارات التي تتخذ لأننا في مرحلة هامة كذلك النداء إلى انتخابات عاجلة رئاسية لأننا يجب أن ندعو إلى انتخابات رئاسية لكن هناك من يقول أن الوضع السياسي هاش يعني لسنا محضرين لانتخابات رئاسية عاجلة الدعوة إذا احترمنا الدستور اللي رح يحكمنا كامل عكس ما قالته الأستاذة أنه الدعوة إلى مجلس تأسيسي ومن دخلوا مرحلة انتقالية إحنا جربنا المرحلة انتقالية ودرنا مجلس الدولة ومشى هذا المجلس هذا ربع سنوات ودخلنا في ظلمات ودخلنا في الدم بالمناسبة مرحلة انتقالية يضرينوا كبير Cannes ودخلنا في ظلمات ودخلنا وف